اختيارك لشاشة عندك في البيت في المكتب في العمل فيما يكون من أصعب الشغلات اللي ممكن تتخيلها فيه ناس تنزل السوق أبغى شاشة للكمبيوتر أبغى شاشة للبليستيشن للإكس بوكس للألعاب لأي شيء ياخد أي شاشة قدامها لحسب ميزانية ويمشي ولكن لما تدقك في هذا الموضوع فعلا موضوع متعب اختيارك لشاشة تبغى تجمع أو تبغى تكسب كل الأشياء في شاشة واحدة ويكون سعر مناسب فالشاشات لها أنواع جدا كثير يعني شاشات المخصصة للألعاب تختلف عن الشاشات المخصصة للأعمال المكتبية وورد أوفيس إكسل وإلى آخره تختلف أيضا عن شاشات المنتاج ففي هذا الفيديو إن شاء الله بستعرض معاكم شاشة رهيبة جدا ولكن أيضا فيها عيوب الشاشة من شركة سامسونج خلينا نبدأ الفيديو مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي خلينا إن شاء الله في هذا الفيديو نشوف واحدة من الأفضل شاشات الألعاب اللي موجودة حاليا بالسوق من شركة سامسونج من فئة الأوديسي الجي سيفن الشاشة جي كيرف منحنية مخصصة للألعاب يجي منها أكثر من مقاس السبع وعشرين إنش الاثنين وثلاثين إنش كذلك التسعة وأربعين إنش حتى شفت مؤخرا بعض اليوتيوبر عندهم هذه الشاشات التسعة وأربعين لتشوفها كذا ما أخذ المكتب كامل الكبيرة هذه أصغر منها شوية اثنين وثلاثين إنش وعشان أكون أكثر دقة معاك الإطار أو الواجهة الكاملة للشاشة هي ثنين وثلاثين ولكن الشاشة الفعلية من دون الإطار هي واحد وثلاثين ونص إنش فاخليني أستعرض معاكم في البداية محتويات الصندوق وبعدها نشوف مميزات وعيوب هذه الشاشة عندنا في البداية أكيد الشاشة نفسها عندنا بالإضافة إلى كتيب تعليمات للتركيب والإعدادات عندنا ستاند للمكتب وتقدر طبعا تعلقها على الجدار ولكن تشتري ستاند طبعا لها بشكل منفصل أما الستاند اللي بيجي معها هو فقط عشان تحطها على المكتب عندنا أيضا إطار معدني من الخلف وغطاء بلاستيكي يخفي الكيابل وبدون ما تشغل الشاشة أو بدون أنا ما أشغل الشاشة بمجرد نظرتي بعد فتح الصندوق كتشفت أول عيب وهو عدم وجود ريموت كنترول طبعا عادة هذه الشاشات أساسا ما هي زي الشاشات البيت التي تتفرج عليها يعني مو إجباري يكون فيها ريموت ولكن شفت شاشات كثيرة من شركة مثلا بينكيو عندهم ريموت والريموت حيسهل عليك أشياء كثير بالذات أنك بتحتاج إعدادات دايما أنك تغير فهذه معتمد فقط على إزرار واحد موجود بأسفل الشاشة هو اللي من خلاله تقدر تتحكم في كل شيء ما علينا ممكن هذا العيب يفرق عند الناس ما يفرق عند الناس ثانية وجود أو عدم وجود ريموت كنترول تركيب الشاشة هتتعب شوي في تركيبة ولكن يعني هو سهل أيضا في الصورة أو الورقة اللي فيها كافة تعليمات التركيب وبعد ما تركب الشاشة مميز كده من الخلف عندك هتطلق زي البلاستيكة تقدر تعلق عليها سماعة هيدفون مثلا يعني حركة لطيفة برضو وقبل لأبدأ معاكم بالمواصفات الفعلية للشاشة فيها ميزتين الميزة الأولى أنك تقدر تشتري أكثر من شاشة يعني تدعم تعدد الشاشات وتربطهم كلهم في جهاز كمبيوتر واحد ويصير كلها صورة واحدة بين هذه الشاشات والميزة الأخرى أنك تقدر تستخدمها بشكل أفقي أو بشكل عامودي بشكل عامودي يحتاجوها بعض المطورين اللي إضافة مثلا يرتعوا بالأكوات يعني في بعض الناس تحتاج هذا النوع من الشكل العامودي كذلك الشاشة سهلت الحركة لليمين للإسار للأعلى للأسفل لأكثر من اتجاه تقدر تضبطها على مدى الرؤية بالنسبة لعيونها ما عندك أي مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع الإنحناء في هذه الشاشة متفاخرين فيه جدا شركة سامسونج فدرجة الإنحناء هو 1000R وعشان توضح الصورة لك بشكل أكبر إيش يعني 1000R أو درجة الإنحناء هذه ليش أفضل؟ هي أفضل في الرؤية فعادة درجات الإنحناء يجيك 1800 1400 فكل ما قلنا الرقم كل ما كانت درجة الإنحناء مناسبة أكثر في الرؤية للعين البشرية طبعا الشاشة عندنا QLED 2K وليست 4K تيجي بدقة 1440 في 2560 بيكسل بمعدل تحديث 240 هرتز وهذا اللي يخليني أقول لك الـ 240 فعلا فرق شاسع لبعض الألعاب عن الـ 144 وطبعا أكيد عن الـ 60 وأكيد لازم يكون جهازك يدعم هذا النوع من التحديث أو المعدل التحديث وكذلك الألعاب في بعض الألعاب حتى 60 أو حتى 144 أو ممكن الألعاب حتى تدعم الـ 240 هرتز الشاشة متوافقة مع تقنية الجي سينك وهذا معناه مزامنة بين وحدة معالجة الرسوميات ولوحة الشاشة يعني ما بيكون فيه أي تقطيع أو تأخير في اللعبة ومع تكنولوجيا الـ HDR 600 وهذا فايدته يعطيك تفاصيل أكثر بالصورة الشاشة فيها إضاءات RGB في الأمام من الجهتين اليمنى والجهة اليسرى كذلك من الخلف وتقدر تتحكم فيهم طبعا بنوع الألوان أو شكل الألوان أو حتى طريقة ظهور الألوان أما بالنسبة للمداخل اللي في الشاشة فعندنا مدخل السماعات الثلاثة ونص كذلك مدخل HDMI 2.0 كذلك مدخلين DisplayPort وثلاث مداخل USB منهم واحد Type A وأخيرا مدخل الطاقة فيش الكهرباء نيجي للعيوب اللي في الشاشة العيب الأول إنها تأتي بدون Remote Control العيب الثاني إنها ليست 4K العيب الثالث إنه ما فيها سبيكرات داخلية يعني ما فيها سماعات لو أنت حابب تسمع عن طريق هذه الشاشة يا إما تركب هيدفون عن طريق مدخل الثلاثة ونص أو تركب سماعات خارجية عن طريق مدخل الثلاثة ونص يعني ما فيه Built-in سبيكر كذلك مدخل HDMI تمنيت إنه يكون 2.1 بس بما إنه ما فيها 4K فأكيد إنه حيحط لك مدخل HDMI العادي لهو 2.0 لأنه حتى لو حطت الـ 2.1 إنت ما تستفيد منه فهذا اللعيب متعلق بالـ 4K والعيب الأخير أكيد سعرها سعرها 4599 ريال سعودي سعر مبالغ فيه جدا ولكن الآن عليها عرض يعني أشوفه مناسب مع مميزات وخصائص الشاشة بكل تأكيد فما فيه منافس في نفس هذه المواصفات بهذا السعر 2699 ريال ومتوفرة في مكتب الجرير والكثير من المتاجر وبكذا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة